في كتابه تكوين العقل العربي يتحدث محمد عبد الجابري عن التقافة العربية والحضارة العربية بشكل عام ويقول أنها حضارة فقه فما مدى مصداقية هذا القول وهذا الوصف وما مدى اقترابه إلى حقيقة هذا العقل العربي الذي يصفه بأنه عقل فقه بالكامل ويفترض بعد ذلك بأن الفقه العربي هو ما يعادل الفلسفة الغريقية وأن أصول هذا الفقه هي ما يعادل المنطق الذي ابتكره أرستو لكي يكون ميزانا وقاعدة أو قوى قانونا للفكر فكونوا مع أصدقائي وهذه الحلقة التي سأعرف بها رؤية محمد عبد الجابري لموضوع الفقه والعقل العربي وكيف ربطه بقضية الفقه كونوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته سأبدأ في قراءة الفصل الخامس من كتاب تكوين عقل العربي وأتمنى مشاركتكم معي في قراءة هذا الفصل وسأعلق على كل فقرة من فقراته بطريقتي أو سأضع تساؤلات عليه فكونوا معي في البداية يضع عنوان كبير للفصل الخامس الخاص بالفقه يقول بعنوان التشريع للمشرأ تقنين الرأي والتشريع للماضي في مطلع الفصل يقول إذا جاز لنا أن نسمي الحضارة إسلامية بأحد منتجاتها فأنه سيكون علينا أن نقول عنها أنها حضارة فقه وهذا ينطبق بنفس المعنى على الحضارة اليونانية حينما نقول عنها أنها حضارة فلسفة وبالوقت نفسه عندما نطلق على الحضارة الأوروبية المعاصرة بتعبيره حينما نصفها بأنها حضارة علم وتقنية ثم يذهب في الحديث عن هذا الموضوع للتأكيد على مقولتي بأننا نظرنا على التاريخ العربي الإسلامي فسنجد أن منتجات الفكرية بتعبيره نتاج وتراث فقهي بالدرجة الأولى ويحتل فيه الفقه المرتبة الأولى بدون منازع وهنا أنا منطلق حديث أجابري وهو يبدأ بأنه بوصف ما لدى العرب والمسلمين بأنه حضارة فقه فأنا من حقي واحد أن أتساءل هل الفقه حضارة؟ هو هذا السؤال مهم جدا ما معنى أن تكون هناك حضارة الفقه ما علاقة الفقه بالحضارة ثم ما هو الفقه أصلا هذا النقاش لم يعني صحيح هناك تعريفات للفقه والأصول للفقه إسلاميا لكن هذا الأمر لا يجب أن نعتبره مسلما به كلام جابري عن حضارة الفقه كما قلت يحتاج إلى معرفة ما المقصود بالفقه ما منقصود بأصول الفقه هو أصول الفقه مجرد منهج يعني منهج للإستنباط واللي فهم ما يجري وإصدار الأحكام وما إلى ذلك هو منهج ليس لا نستطيع أن نقول إنه فكر ولا نستطيع أنه فلسفة ولا نستطيع أن نقول إنه مذاهب وما إلى ذلك بالتالي الفقه لا يؤسس حضارة وهذا الربط بين الفقه والحضارة أنا أعتقد حتى رجال الفقه نفسهم يرفضوه لأن الحضارة لها علاقة بالإنسان لها علاقة بالعلم لها علاقة بالفين بالمخترعات بالاقتصاد بالتجارة بالمعمار بكل هالأشياء فالفقه لا علاقة له بهذه المسألة هو مجرد منهج وأدات كما يقول نفسه الجابري أدات مشابهة لأدات المنطق لكن المنطق لا يسنع حضارة ولا يمكن أن نقول بالتالي بالقياس نفسه يعني هذا أيضا قياس قياس منطقي بالقياس نفسه لأننا نستطيع أن نقول إن اليونان هم حضارة منطق هذا الشيء لا يجوز لكن هذا يعني مبالغة من مبالغة من جابري ومشكلة هاي المبالغة أنه أسس عليها الكثير أسس عليها يعني مشروع كامل وهذا غير مشكلة خطيرة أمر آخر يجب أن نلفت الانتباه له بأن هذا التأسيس على أن هناك حضارة فقه حتى لو افترضنا هذا كلام صحيح لا بس حنفترض أنه هو أقام يعني شغل أدوات الفلسفية والتحليلية واستعار أدوات من الفلسفة الغربية التي لا يعني يدعي الكثيرون وهو منهم أنه يحاول أن يخلق حضارة عربية وفلسفة عربية وفكر عربي بمعنى المعاني فهو أخذ أدوات من ميشيل فوكو وباشلار وأيضا من كوهن واستعملها لا بس لا أعترض على هذا الشيء إلا بكونه استعارة شيئا هو يستنكره لكن لا بس عندما يتحدث عن يقول حضارة فقه فما معنى حضارة فقه لماذا هذه العقل العربي كما يسميه لماذا استعاره واستنده إلى الفقه لماذا ترك الفلسفة ثم كيف نقارن بين الفقه وبين الفلسفة كيف نقارن بين الفقه والفلسفة والعلم والتقنية الفقه مسألة لها يعني أصول فقه جذورة إلى ميتافيزيقية وأسس ميتافيزيقية بينما العقل اليوناني ليست أسس ميتافيزيقية بالضرورة والعلم كذلك والتقنية لا تقوم على أسس ميتافيزيقية وحتى لو قيمت على أسس ميتافيزيقية في الحضارة الغربية واليونانية القديمة فكانت هذه الأسس دائما معرضة للغربة والمراجعة والتدقيق والنقد والتحقيق والتحليل ومرت بعشرات المدارسية كل مدرسة ترى هذه الأمور بطريقتها المختلفة وكان النقاش مفتوح والحوار مفتوح والتفلسف مفتوح وحرية التفكير والبعد لأنه من صلب الفلسفة أما عندما تأتي إلى الفقه فلا تجد هذا الشيء النتيجة اللي دي وصلها بيقول بأن الفقه لا يصنع حضارة وأن الحضارة ليست شأنا شرقيا وهذا الشيء لا يعيب العرب والمسلمين ومن قبلهم من بابليين وسومرين وكنعانين ويهود وإبرانين وحتى مصريين فراعنا بالتسمية العبرانية فهذا لا يعيبهم الذي يعيبهم أنهم وجدوا عقلا وجدوا طريقة للخروج من واقعهم ورفضوها هذا الذي يعيبه ممكن أن نعيبه على أنفسنا قبل غيرنا والآخرون يعيبون علينا أننا أناس ما زلنا نعيش بطريقة ونفكر بطريقة غيبية لا علاقة لها بالواقع ونطالب الواقع بأن ينساق وفقا لرغباتنا وأساطيرنا والصحيح عن الفراعي أن نقول أن نسنا أننا ليسنا حضارة فقه إنما إذا صحت تسمية حضارة أن حضارة أساطير حضارة أساطير حضارة غيب حضارة تصورات حضارة خرافات هذا التسمية الأصح وإلا فإننا بأكمل يعني أكمل شعوبنا بأكمل التاريخ 4000 سنة أو 5000 سنة لهذه المنطقة شعوب هذه المنطقة ممكن اختصارها بعبارة حضارة فقه هذا كلام لا يجوز في رأيه المهم أن نواصل لقراءة الفصل الخامس من كتابه يقول الجابري يقول بأن الفقه الإسلامي هو إنتاج عربي خالص ورد بعد ذلك بدأ يرد على من يقول بأن هذا الفقه إلى جذور رومانية ومستند على القانون الروماني وقال بأن هذا الاستناد غير صحيح ولا يجوز وقال في الصفحة بالضبط الصفحة 97 قال وعبثا حاول بعض المستشرقين إيجاد سلة مباشرة أو غير مباشرة بين الحقوق الرومانية والفقه الإسلامي وبعد ذلك يوصل إلى نتيجة بأنه نفسا الذي نشر هذه الدعوة هو نفسها أترف بعكسها وقال لحظة أشوفها أين عبثا نحاول أن نجد أصولا واحدة تلتقي فيها الشريعتان الشرقية والغربية يعني الإسلامية والرومانية كما استقر الرأي على ذلك إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا لأنها شريعة دينية تغير أفكارنا أصلا هذا ما قاله المستشرق الإيطالي سنتيلانا هنا أنا لدي ملاحظتين الملاحظة الأولى هو نسيت أذكرها بأنه قال بأنه إذا كانت تهمة أنه قوانين رومانية الفقه الإسلامي هو مصادرها لها علاقة بالقانون الروماني وقال جابري بأنه أيضا فقه القانون الروماني مستمد قوانين من القوانين الكلدانية بتعبيرها والمصرية القديمة السابقة عليه وأنا أقول هذا المقارنة صحيح لأن فكرة القانون الروماني تختلف اختلافا جذريا عن القوانين المصرية والعراقية القديمة لأنه روح القانون الروماني سيستم جديد يعني المنظومة الأخلاقية والقانونية للقانون الروماني مختلفة جذريا وهي على أساس استمر القانون التطور إلى القوانين الحديثة فقانون الروماني يتميز عن غيره بأنه فيه تجد داخله هناك روح القانون كما يسمى روح القانون هناك منظومة قانونية وفلسفة للقانون يوجد بذور الفلسفة القانونية موجودة لكن لا توجد فلسفة القانون لا بالشريعة الإسلامية ولا بالشريعة اليهودية ولا بالشريعة البابلية وهذا هذه الحقائق يجب أن نكتشفه ويجب أن نعرف مدى التقدم الذي هم عليه هذا الملاحظة الملاحظة الثانية هذا ما يقول وينفي جابري أن الفقه الإسلامي وهو ميزة هذه الحضارة بتعبيره أنه ينفي صلة بالقانون الروماني هذا أنا أيده تماما به هو يدافع عن هذه المسألة ويحاول أن يقدم الدلائل القوية ضد هذا الموضوع ونقول نعم هذا صحيح هذا يؤكد بأننا ما زلنا شعوب مغلقة وترفض أي تطور وترفض أي محاولة لتجديد الوعي والعقل والواقع العربي والشرقي في هذه المنطقة لا أعرف ما هي الأسباب ربما أسباب جينية أسباب جغرافية أسباب بيئية أسباب ثقافية موروثة عبر أربعة آلاف عام لا أعرف لكن هناك نوع هناك صلادة في الذهن العربي أو الذهن الشرقي بعموما وفكرة العربية والإسلامية بالمناسبة نوع من الحل أنا لا أعتبر أننا ما تقول أنك تهاجم العرب أو تهاجم الإسلام أو تهاجم المسيحية أو تهاجم الدين أنا هذا أقول كلها أشكال يعني سواء عندما أقول دين وأقول إسلام وأقول عرب وأقول مشرق هذا كلها هي أشكال أسماء تدل على نوع من الحلول يعني هي هذه المفاهيم قدمت حلول الإسلام هو نوع من أنواع الحل لمشكلة المنطقة وتوحيد شعوبها وتحت أو تشكيل هوية واحدة خاصة به هذه العملية فشلت ليس بسبب قصور الإسلام إنما بسبب أنه حاول لنعالج المشكلة بناء على ماضي الحضاري والثقافي لشعوبنا وهو ماضي اعتمد على أوراهنا على التراث اليهودي الأبري والمسيحي السابق عليه وهو نتاج هذا الصراع بين اليهودية والمسيحية ومن جهة والرومان والفورس من جهة أخرى فكان يحاول أن يقدم بعبارة الله أكبر من هؤلاء جميعا معنا وهذا الإله هو الواحد الذي علينا أن نؤمن به جميعا وهذه دعوة سياسية مغلفة بغلاب ديني روحي تقسيلي لجذب انتباه العامة وكسب تعاطفهم وأيضا إرغامهم على الولاء للإله الواحد الأوحد الذي دائما هناك من ينوب عنه سواء كان على مستوى نبي أو على مستوى حاكم وخليفة بالتسميات التي انتشرت بعد البعثة النبوية ووفاة الرسول سنة 11 هجرية وعليه فأن مقولة المستشرق سنتلانا أن بالضبط لا يمكن إرجعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا لأنها شريعة دينية تغير أفكارنا أصلا فهذا الكلام واضح هو الرجل ويستشد به جابري نفسه يقول أن هذا الأمر مختلف تماما عننا وما هو موجود مختلف وحتى لو افترضنا أن هذا كلام فعلا أخذه الفقر الروماني وأنا كنت أقول هذا سابقا فأنا الآن أشعر بأنه لا بالعكس مغلق تماما ومرفوض وأضرب دليل آخر على رفض أي شيء إلى علاقة بالعقل ليس لأننا لا نريد أن نكره العقل لا نحن لا نستطيع أن نفهم فكرة العقل فكرة العقل بمعنى أو النوس بالمعنى اليوناني وليس باللوجيك وحتى كلاهما مشكلة عندنا يعني العقل عندنا لعلاقة يبدو دمان استخدمها لعلاقة بعقل الناقة رابط بين الأشياء وفهم ما يجري فقط بشكل ظاهري وفي بؤدين كما يقول ويتهم العرب أرنس رينان الفرنسي بأنهم شعوب تفكر ببؤدين وليس بثلاثة تبعات أن التفكير العربي الإسلامي والشعوب الشرق بعموما تفكر بطريقة سطحية لا عمق فيها وهذا أيضا شاركه في الرأي برنار لويس وهذا أنا أعترض عليه لكن لم أفكر في هذا الموضوع بشكل دقيق لأنه يحتاج تأمل خاص به ومراجعة كثير من المصادر لما أعرفت حقيقة الموضوع اللي أقوله بأنه نحن شعوب ترفض العقل ترفض المنطق وتقبل بالفقه وتقبل باستنباط الأحكام الأحكام لاحظوا وليس القوانين نحن شعوب تصدر أحكام لا تصدر قوانين ولا تصدر أعراف تقاليد لكن ليست لدينا قوانين وليست لدينا منظومات قانونية هذا العلاقة بالعقل لأنه عندما يكون لديك عقل بالمعنى النوس الغريقي والنوس يعني النوس هو اللي بالنسبة يعني المعنى العقل اليوناني النوس هو العقل الذي يقع خارج العالم الذي يشرف على العالم ويتحكم به لكنه لا يحكم من داخله إنما يشرف عليه بالضبط مواصفات الإله الإسلامي لكن اللوجيك هو أيضا العقل الذي يتحكم بالمبسوط في كل الشيء يعني نوعا ما يطابق مع مفهوم مهلة الوجود لكن هنا المسألة هوين؟ إن الأورغاني الجديد عندما أجل كما يقول كما أتى فرانسيس بيكون لم يناظره فقه جديد على أو يعني علم أصول فقه جديد على أساس الفقه القديم وهذا موضوع آخر ستطلس به لما يحتاج لبحث خاص لكن أنا حتى أرجع لموضوع الجابري وأكد عليه أقول بأن الفقه هو الذي نجح لدينا والطريقة الشافعية هي التي نجحت وهو خرج من فضاء المؤتزلة وحاول أن يوفق بين المؤتزلة ومنافسيه أو معادية المؤتزلة وخلق منهجا منهجا أو فقها بديلا وأسس من خلاله علم أصول الفقه وهذا أنا أعتبر عن كثير خاصة من النصر حام جديد عندما يتحدث عن المؤتزلة يقول هاي فرصة ضاعت وكثير من المفكرين الآن والكتاب والباحثين يؤكدون على أن المؤتزلة والمؤتزلة والمؤتزلة بغض النظر عن رأيي بالمؤتزلة لأنهم أيضا هما يعني ناس لهم علاقة بال يعني أكثر ملاعة ليست علاقتهم وطيدة بالفلسفة إنما علاقتهم وطيدة بما أقرب إلى اللاهوت وألم الكلام وليس إلى الفلسفة بمعنى المنفتح الواسع لكن الذين نعرفه الفلسفة التي نعرفه أقصد لكن الذين يتحججون بأنها فرصة ضاعت وأن المتهم في هذه المسألة هو المتوكل وهو الذي قلب الطاولة على المؤتزلة والمؤتزلة كذا وحاربوا واضطهدوا بن حنبل والحنابلة هذا الكلام كله بعد ذلك أتوا عن حنابلة وبالتحالف مع المتوكل وسمر الحال على ذلك على هذا الحال حتى يومنا هذا وأجل غزالي وطرد الفلسفة وبعد ذلك أجهز عليها مرة أخرى ابن تيمية هذا كله لماذا حصل هو ناس سؤال الذي يجب أن يسأله الجابري لماذا يؤسس مشروع ضخم مثل هذا النوع من هذا النوع وعلى فكرة وجود عقل عربي وهذا العقل العربي تم اضطهاده وتم من خلال العقل العرفاني الذي والعقل البياني الذي قام بطرد العقل العربي الذي مثله ابن رشد وخاصة يعني الفلسفة المغرب أو شمال أفريقيا يعني ما معنى الأندلس من ابن حزم وابن خلدون وابن رشد أيضا وغيرهم الحقيقة في رأيي أن فشل المؤتزلة في محاولة يعني تخصيص أو حجز مساحة للعقل في ذهن الثقافة العربية الإسلامية في زمنهم هذه المحاولة فشلية ليس لأن هناك أسباب سياسية إنما وجود حاضنة وواقع يرفض هذا الشيء الجمهور يرفض وجود يرفض أحكام العقل وهذه العملية لحد الآن موجودة والسبب الرئيسي أو المتهم الأكبر هم رجال الدين الرجال الدين دائما يسيطرون بشكل صارم على مجتمعاتنا ومتواجدين معهم في كل صغيرة وكبيرة وموجودين في كل شارع وكل زقاق منذ أربعة آلاف عام حتى يومنا هذا هذا هو السبب الرئيسي هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الشارع والرأي العام والناس عموما يرفضون أي أعمال للعقل ولا يستوعبون فكرة الديمقراطية مثلا فكرة الحقوق حتى الحقوق حتى حقوقهم الخاصة لا يستوعبوها يستوعبون فكرة أنهم عبيد يعني تكيل أنه شعوب بأكملها تتقبل فكرة أن كل فرد منه ليس أكثر من عبد بل يشعرون بالفخر بأنهم عبيد وهذا من المتهم فيه أنا لا أعتقد أنسان على أي أفصل درجة من الوعي يتقبل هذه الفكرة إلا إذا تعرض لعملية إخصاء وختان إخصاء ديني أو إخصاء عقائدي موجه وعلى مدى زمني طويل وهذا فعلا ما هو يحصل طوال تاريخنا هذا الأمر الذي يجب أن ننفتن اتباه له لأننا تباكى على المؤتزلة ونقول كانت فرصة وضعت منها والآن يريدون استعادتها هذا خطأ أنا برأي خطأ هائل المشكلة هي في هنا المشكلة في الهيمنة والاحتلال الديني المستمر بحق شعوبنا والذي الذي يمنعهم من أي فرصة لرفع رؤوسهم والتنفس ورؤية العالم كما هو دائما يرون العالم على أنه معادي العالم الآخر هو كافر العالم الآخر هو منحل لأنه يخرج على تعاليم الدين السمحاء سواء الدين الإسلامي بأشكاله المختلفة السنية والشيئية أو الأديان السابقة على الإسلام في زمنهم وكانت أديان مسيحية نسطورية يعقوبية وما إلى ذلك وأيضا معنوية كلهم هؤلاء كانوا يتصرفون يعني ما زالوا يعيشون كما يقول ماكس فيبر يعني عبارة رفع السحر على العالم ما زال السحر يلفوا رؤوسهم ويرلفوا واقعهم ويلفوا كل شيء يتعلق بوعيهم وفهمهم لكل شيء يحصل الآن أتحدث حتى بعد ذلك أخذ فاصل بعد ذلك يتحدث الجابري يقول كان الفقه هو الميدان الذي تلاقت فيه مختلف الإختصاصات قبل عصر التدوين ولاحظه يقول المستشق الكبير هاملتن جيب لقد استغرق العمل الفقه خلال قرون ثلاثة الأولى للهجرة الطاقات الفكرية لدى الأمة الإسلامية إلى حد لا نظرة له إذ لم يكن المسهمون في هذا الميدان هم علماء الكلام والمحدثون والإداريون فحسب بل أن علماء اللغة والموارخين والأدباء أسهموا بأنصباء في هذه بنصيب يخصد في هذه المجموعة من المؤلفات التشريعية وفي مناقشة القضايا التشريعية وقلما تغلغل الشرع في حياة أمة وفي فكرها هذا التغلغل العميق مثل ما فعله في الأدوار الأولى من المدنية الإسلامية هذا يستدعي السؤال لماذا لماذا القرون الثلاثة الأولى هذا الانشغال يجب أن يسأل باعتبارها مفكر لكن هنا الفرق بين مفكر والفيلسوف وبين الباحث والفيلسوف يسأل لماذا لماذا القرون الثلاثة الأولى انشغلت هذه الشعوب بشكل محتدم في في مناقشة قضايا التشريعية ووضع التشريعات لماذا تغلب الفقه ولم تستمر الفترة العقلية الخالصة أو السليمة اللي إلا الفترة محدودة وجرى جرى عملية تصفيتها تماما واستمرت هذه العملية حتى يومنا هذا لم دائما يتم قمع كل بصيص أمل لوعي العالم بشكل طبيعي وليس بشكل العلاقة بالتصورات والمخيلة الأسطورية أو الخرافية المهم الكرام يطول في هذا المسألة لكن عموما بعد ذلك في هذا الصفحة المفكر الجابري في صفحة 98 يذهب بعيدا ويبدأ بنوع من المديح لهذا الفقه بأتبار أنه وجد شيئا يستحق الإشادة وهو بالفعل يستحق الإشادة لكن لا يستحق هذه المواصفات التي وضعها أو أسقطها عليه الجابري حسب رأيه يقول هناك ضائرة أخرى تؤكد قوة الفقه واستقلاليته في الثقافة العربية الإسلامية لا بد من تسجيلها هنا ذلك أن الموروث القديم بين قوسين كما وضعها الذي واجه الإسلام على صعيد العقيدة لم يكن له أي أثر على صعيد الشريعة أن التاريخ لم يسجل أي نزاع أو صراع بين تشريع قديم وبين التشريع الإسلامي كما لم يسجل أي تأثير للحقوق القديمة في الحقوق الإسلامية كما سبقت الإشارة إلى ذلك يقول بالتالي التشريع الإسلامي حل حل محل الحقوق الشرعة القديمة بدون أي خلافات مباشرة جراء تقبل الموضوع ولم يحدث أي صراعة أو احتكاك بين القديم السابق على الإسلام والجديد الإسلامي هذا مسألة أنا يعني ما أعرف كيف يمكن أن كيف يمكن أن نقيسها كيف يمكن أن يتكد منها هذا موضوع هو لم يتحدث عنه وبعد ذلك يقول يعني قال هذا كلام يعني 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 كما يقال أنه جب الإسلام ما قبله بعبارته هو يقول نعم كانت هناك عراف عديدة بعضها امتصه الإسلام متبرناه وبعضها الآخر سكت عنه ولكن ما يهمنا في موضوعنا ليس الجانب التطبيق للفقه في الإسلام وإنما يهمنا بالدرجة الأولى بناءه النظري بعبارة أخرى التفكير الفقهي ففي هذا المجال مجال الآراء والنظريات لم يكن للثقافات والشراء السابقة على الإسلام أي أثر على التفكير الفقهي الإسلامي هذا كلام أنا أعترض عليه بشدة طبعا أولا يقول لم يكن للثقافات والشراء السابقة على الإسلام أي أثر على التفكير الفقهي الإسلامي يعني ماذا نفعل مع التشريع اليهودي القرآن بأكمل تشريعات الحجاب والأحكام الزنة جميع الأحكام الإسلامية هي أحكام توراتية والتورات نفسه أحكام أصلا هي أحكام شعوب المنطقة فكيف يمكن أن نقول أنها ليست لا يوجد أي أثر لاحظ عبارة صفحة 98 حتى طلقكم ياها مباشرة حتى لا يقال أنني أتهم الرجل الرجلة زيفا أو بهتانا هذه كما ترون بالصفحة 98 لأنها طبعة ثانية أنا عندي طبعة اللي كنت أقربية هذه أعتقد طبعة أخرى هذه طبعة اللي تطلع بالصفحة 98 وهنا يميز الجابري بين ما يسميه الفقه العملي والفقه النظري فيقول بزمن النبي والصحابة وحتى عواخر الأهد الأموي كان الفقه واقعيا لا نظريا فإنما كان الناس يبحثون عن حكم الحوادث ويسألون عنها بعد وقوعها بعد ذلك يقول لقد أصبح الفقه أشبه ما يكون برياضة ذهنية تفترض فيها الحوادث تفترض فيها الحوادث افتراضا ويبحث لها عن حلول وفي عملية الافتراض تلك لم يكن فقهاء يتقيدون بما يسميه الممكن الواقعي بل لقد ذهبوا مع الممكنات الذهنية إلى أبعد مدى مما جعل الفقه في الثقافة الإسلامية يقوم بذات الدور تقريبا الذي قامت به الرياضيات في الثقافة اليونانية والثقافة الأوروبية الحديثة ويستند على هذا الكلام على أنه من التالي ومن هنا أهميته بالنسبة للبحث الإبستمولوجي في الثقافة العربية الإسلامية وبالتالي بالنسبة للعقل العربي ذاته العقل العربي الذي هو وضع مصطلحة يعني هو افترض وجود العقل العربي وبعد ذلك بدأ يستنبط أو يعني يصدر عليها حكام ويستنبط عليها حكام ويقيس يعني يقيم مقايسات على أساسه بعد ذلك يستشهد بالخوارزمي والذي يعني ابتكر ألم الجبر خصيصا لبناء على هذا الأساس والسؤال الآن أنه كيف يمكن أن نقارن الفقه بالرياضيات يعني هذا شيء أنا أستغربه يعني الآن ممكن أن نقول العقل الفقهي أو عقل التفقيهي أنا أعتقد الشعوب العربية أو منطقتنا يجب أن نقول عليها أنها شعوب تفقيهية أننا وناس نمتلك ذهنا وليس عقلا يعني العقل مثلا أخرى عقل بمعنى النوس أو معنى اللوجيك وليس معنى العقل العقل البعران يعني لا العقل العقل يعني الشخص العقل الذي يعني متوازن الذي يرى ويمارس أو يستخدم حواسه بشكل محايد وواضح أنه هذا الأصفر أصفر الأبيض أبيض هكذا العقل الإسلامي بالمفهوم العقل الإسلامي أنه يرى هذه الشمس إذن هناك إله هكذا يعني دليل الوجود الإلهي هو هذه الشمس ما الخلق هذه الشمس إذن هناك إله هكذا بساطة يعني لا يوجد عمق أكثر من هذا هذا هو العقل بينما هو بالنسبة إلى ماذا يقول الجابري أن العقل الشرقي أو العقل العربي كما يسميه هذا عقل فقهي وبما يوازي العقل الرياضي التجريدي أي أن العقل هناك الغرب أو العالم الغربي ودائما طبعا الغرب هو موجود في ذهنه دائما دائما يقيس عليه يعني المقايسة والمحايثة والمقاربة والمقارنة دائما تقوم على أساس وجود عقل غربي لاحظوا المسألة الأساسية أي أن هو يحتاج الغرب والغرب لا يحتاجه وبدليل أن الغرب لم يأخذ لدينا من هذا الفقه الذي يتحدث عنه أي شيء بينما هو يأخذ منهم كل شيء بل ويعتبرهم معيارا ومقياسا يقيس به كل ما لدينا وأصبح حتى بعد ذلك يأخذ العقل التجريدي اليوناني الإغريقي الذي تواصل وأنتج لنا ما نحن فيه الآن هذا العقل يأخذه ويقارنه بالعقل الفقهي ويقول هناك محايثة أو مقاربة أو بديل يعني معنى ما هو العقل الفقهي وبديل عن الرياضي الرياضيات يعني أن تجريد العقل العربي هو تجريده فقه وليس تجريده يعني يعني هذه البنية التحليلية والتركيبية اللي يتحدث عنها كانت هو ما لا علاقة بها نحاها جانبا وقال إحنا ما عدنا لا تحليل ولا تركيب لا إحنا عدنا فقه وهذا الفقه هو فقه التجريدي وليس العقلي التجريدي الذي يعني الطبيعي يعني الهل يعني والله ما عارف شا أقول يعني طبعا أنا أقول لا بأس أنه خلنفترض أن هذا العقل هو فعلا هناك إشكالية بالعقل بالذهن العربي الإسلامي والشرقي عموما يعني أنا وأكرر دائما أنا لا أقصد الكلام ضد العقل العربي ولا الإسلامي وليست لدي عقدة من العرب ولا من الإسلام وقالي أنا أنا عربي وأنا يعني محسوب على هذه المنطقة يعني فما عندي مشكلة عندي فقط أريد حاولا أشوف وين مشكلتنا يعني هل أنه وأقول دائما أنه عندما تحدث عن العرب وعن الإسلام هو مشروع يعني الفكرة العربية والفكرة الإسلامية هي فكرة مشروع وعلينا أن نفهم هذه الفكرة بشكل ممتاز الرسول الكريم طرح فكرة قال عند الإسلام أدنا إله هذا المشروع استمر لحدها إلا الله أثناها أو قبلها أيضا طلعت فكرة العروبة وما العربي العرب وكقاوم وما ألا ذلك استمرت وجود الفكرة القومية أيضا مشروع مشروع اشترك بالمسيحيين طبعا الفكرة ليس هناك جنس عربي وليس هناك شعب عربي لكن مجموعة هذه الشعوب في هذه المناطق يسموهم عرب هم ليسوا بالفرس وليسوا بالأتراك وليسوا بالروم وليسوا بالإيطاليين فهم هاي المنطقة يتفكر دائما بطريقة مشتركة لأنهم يعيشون ضمن مساحة جغرافية مشتركة ومفتوحة على بعضها فهذا لا يمكن أن يفترض العراقي أنه لا علاقة له بالمصري والمصري لا يستطيع أن يولد أو ينشئ ثقافة بدون أن تكون لديه دون أن يكون متأثرا بالثقافة العربية الثقافة العراقيين مثلا أو ثقافة الشاميين أو ثقافة الحجازيين أو ثقافة الليبيين أو التوانسة هؤلاء جميعا المغاربة كلهم لابد أن يلتقون مع بعضهم يعني نحن تلقائيين نشترك في هذا الإرث اللغوي أو الإرث الثقافي المشترك شيئنا ما بينها لا يوجد يعني لا الشمال الأفريقي يقدر يتواصل مع جنوب أفريقيا هناك صحراء كبرى تفصل بينهم وبين هذه المناطق وبينهم وبين أوروبا البحر المتوسط وليس أمامهم سواء ينضم شعوة مع المكان المفتوح الوحيد أمامهم تقريبا وهو المشرق العربي أو اللي يسمي العربي أو المشرق الشعوب اللي يتسكن في المشرق وأدى ما أجل الإسلام والعرب أو تسمية العربية بدأنا نسميهم بالمشرق العربي لكن هاي الشعوب هاي المنطقة كلها تسمية عامة يسموهم عرب فبالتالي احنا منفتحين على بعضنا ولدينا إرث ثقافي واحد ومشترك مع التنوعات هامشية ثانوية وهنا طبعا جابري كما قلت هذا كما ترون هاي الصفحة يقول بل يمكن لنا الذهاب بالألاقة بين الرياضيات العربية والفقه الإسلامي لا بعد من هذا يعني ما أعرف وين يجوصل يعني يعني يجي ربط بين الرياضيات والفقه الرياضيات العربية والفقه الإسلامي يعني هاي المزاوجة ما أعرف شير يتطلع منها يتطلع منها مثلا يعني معادلات ماكسويل مثلا أو يطلع من أدها يعني معادلات شرودينغر معادلة شرودينغر مثلا أو يطلع منها القوانين نيوتن الثلاثة أو يطلع منها قانون أوم بالكهرباء وقانون فرداي بالكهرباء ما أعرف شير يتطلع من أدها يعني يعني نجي بالفقه الآن يطلع رياضيات عربية جديدة يعني ما أعرف الفخر بماذا يعني يعني هاي المقارنة وين تتوصل لنا بعد ذلك يعني واضح أنا أعتقد أن يوصلنا لقضية واحدة ويقول أن هذا العقل البياني أو هو الذي يمثله الفقه وأصول الفقه هذا العقل البياني عقل جيد يعني وممكن الاهتمام به لأنه له علاقة بالرياضيات مثلا وله علاقة بالعقل وهو يناظر المنطق وهي أداة ممتازة لاستنباط الأحكام وما لذلك وكل ما علينا أن نربطه بالعقل ها هي يعني حلت المشكلة بالنسبة لهكلا يعني يربط البيان بس نربط البيان بالبرهان وتنتهي مشاكلنا كلها والبرهان موجود ابن رشد وأيضا لدينا ابن خلدون واشتغل عليه هو فترة طويلة وتنتهي مشاكلنا وكان الله يحب المهسنين يعني هي الفكرة أنا أبسطتها في هاي الطريقة تبدو تسطيحية أو اختزالية شديدة لكن هي هكذا بصراحة يعني يعني قد يتهم للبعض أنه أختزل الموضوع وأبسطها بهذه الطريقة التي تبدو اعتباطية لا ليست اعتباطية أنا جات في هذا كلام ويعني أحيانا عندما نفكر بطريقة بسيطة نفتهم نفتهم الغايات والمقاصد يعني هاي ذكرنا مقاصد الشريعة هم واحدة من الأشياء اللي يشتغل عليها الجابيري وراح يطلع عنا الشاطبي وقال إنه هناك مقاصد للشريعة يعني نفس الفكرة يعني محاولة لاستنباط حقوق الإنسان التي لا وجود لها في تاريخنا ومنطقتنا سواء إسلاميا وما قبل الإسلام وجميع الحركات الثقافية والمعرفية والسياسية وكل شيء موجود في حياتنا وما لا علاقة لا بفكرة الحقوق ولا بفكرة الإنسان أصلا الإنسان موجود كما قلت أكثر مرة وبحث هذا الموضوع فبالتالي هنا عندما يدعو الجابيري إلى عادة الوصل أو الزواج بين البيان والبرهان الذي جرى قمعه هو يقول إنه هذا فيه الحل الكبير هذا يعني ما أعرف يعني هو هاي الحرب التي شنها البيان على البرهان أو الحرب الدينية الشعواء ضد البرهان وضد الفلسفة وضد حتى العرفان كما يقول هو هاي الحرب الشعواء اللي يدمر وكسح بها ويشتغل الجابة يعني الغزالي واجه بعد ذلك أجهز الإجهاز الكامل على كل شيء هو الابن تيمية وبعد ذلك أجهزوا على الابن رشد وحرقوا كتبه وطردوه وجعلوه يسكن في مدينة يهودية في شمال المغرب وستر على حاله وصمته هناك وصمته هناك وجعلوا كتاب ابن خلدون يجي مستشرق قبل مئة عام ويكتشفه والآن يفتخرونه بابن خلدون هذا الكلام من الذي فعل هذا؟ البيان أنا لا أديني البيان ولا أدين البيان بمعنى اللي يقصد به جابري وهو يقصد يعني التيار الديني الذي هيمن على واقعنا أو الثقافة الدينية التي هيمنت على كل شيء في حياتنا وتغلغلت في كل تفاصيل العقل والفكر والروح والجسد واللغة وكل شيء هذه دمرت كل شيء واستحقت كل شيء فعندما يأتي وندعي بأن هذا البرهان الذي قال ابن رشد ابن رشد رجل قدم قال أكون عكا يعني هو رجل فقيه يعني وأدى فكره واعتمد على أرستو وهذا البرهان هو برهان أرستو أصلا يعني رد ابن تيمية على أرستو ورد على المناطق كلهم وقبل أيضا يجي الغزالي همرت عليهم فما الذي عدا عما بدأ يعني الذي انتصره وهؤلاء وأرستو نفسه الآن الناس جاوزته وذكرت أنه أجي آآ فرانسيس بيكون آآ وحسم الموضوع وقال أن هذا المنطق الأرستو القديم انتهى وبدأت تحولت المسال من آآ استنباط الاستقراء ونسيت العالم فكرة الكليات نهائيا وهي ما زالت الكليات الموصول الفقه ما زالت موجودة فمن أين يعني كيف هو البرهان نفسه إذا تيدي جيبه البرهان أرستو نفسه رح تتعامل مع كليات فبالتالي هي هاي المشكلة كبيرة معاقدة فشن في هاي اللغوة كلها هاي 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 الجعجعة والحفلة كلها ما ادعي له هو أيضا نفسه حتى بالرشد وبرشد ما الذي يقدمه يعني لم يقدم شيئا كبيرا هو مجرد كان واسطة بين المسيحية المتشددة والفكر التنويري الجديد أو عصر النهضة في أوروبا لا أكثر ولا أقل وعندما أتى أتى الفلاسفة الذين هربوا من حروب الأثمانين في القسطنطينية أتوا إلى روما والفاتيكان وأتوا معهم بكتب أرستو الأصلية وقرؤوها مباشرة بدون حاجة لترجمة ابن الرشد عند ذلك انتهى دور ابن الرشد نهائيا ولم يعد أحد يتذكره بل إنه ابن الرشد وكل كتبها بعد ذلك المنطقية وغيرها كلها بدأ انتهت وعدما ظهر الأورغانين الجديد لفراسس بيكون هذا معنى أنه النهضة والتنوير بعد ذلك اللي قام لم يقم على كما ما نشره شرح ابن الرشد مع اتزازنا بدور الكبير واهتمامنا به لكنه لم يقدم الشيء الذي لم إلى دور لكن ليس ذلك الدور الذي يعني الآن أنه الغرب قام على لا هذا كلام مبالغات بسيطة والآن لا يمكن أن نعتمد على ابن الرشد يعني نرجع ستمائة سنة ترجعنا يعني حتى الآن نرجع على ابن الرشد ونرجع على ابن خلدون هذا كلام مبالغ به وهناك أنا شوفت حلقة مرة عن أيضا ابن خلدون أيضا هناك مبالغات كبيرة جدا حول موضوع ابن خلدون وحديث عن العصبية وما على ذلك على كل أنهي هذا الجزء الأول وبعد ذلك أكمل الجزء الثاني وستحدث به بشكل موسع عن هذا الموضوع مع السلام موسيقى